ديفايدين نفريكشنز. لسوال رس 6 عندنا ديفايدين فريكشنز يعني ايه يعني بيجيب لي 2 فريكشنز وايزني عملهم ديفايد طب تعالو نفتكر احنا لما كان عندنا فريكشنز عايز عمل لها تايمز زي هاف تايمز تو ثرد هعمل لها تايمز ازاي هقول1 تايمز 2 equal 2. 2x3 equal 6. ما فاش اي مشكلة وبعدين عمل simplify. ديفايد تو ايقو ال 1. ديفايد تو ايقو ال 3. بقيت ثرد. لكن لما يجي لي هاف ديفايد هعملها ازاي? هل هقول one divided two divided two over three? of course not. طب هحل dividing fractions ازاي? تعالوا الاول قبل ما نعرف هنحلها ازاي? هناخد example كده يفكرنا. three times fifth equal what? لو انا عندي three times fifth يعني ايه الاول? يعني three repeated. اتكررت one over five. يعني number result اللي هتطلعلي هنا هتبقى اقل من three. ليه? لان three دي اتكررت عدد عدد مرات less than one. اقل من الone. لان ده smaller than one. يبقى three d repeated عدد number smaller than one. اكتر من اقل من مرة واحدة. اقل من ان هي تكون اتكررت مرة. طيب يعني ايه برضو? احنا مش كنا بنقول three times one equal three. وفي denominator كأن هنا في one. one times five equal five بقت three fifth. يبقى كأني لما بقول three times fifth equal three divided five. طيب انا هنا عملت ايه? قلبت the times دي لديفايت. وقلبت الففث خلتها five. عكست ما كان النمريتر والdenominator ما كان بعض بدل ما هي كانت fifth. حولتها الفايف. اي اكزامبل تاني في التايمز كده برضو ينفع نحله بنفس الطريقة. لو انا عندي هنا two quarters times one fifth equal what? two quarters times fifth. كأني بقول كأني عملت times di خلتها divide. وحولت الففث دي خلتها five. يبقى كأني بقول two over four divided five. ازاي اهو? two times one equal two. four times five equal twenty. يبقى انا عملت divide لإيه? عملت divide للفايف دي. بدل ما انا بقول times one over five. انا حولتها لديفايدة five. زي هنا كان عندي times fifth خلتها divided five. خدت النمريتر عملت له divide الدينومنيتر اللي هي الفايف. نفس الحكاية هنا خدت النمريتر اللي هو two times one. عملت له divide الفايف. بس هنا عندي نمبر تاني في الدينومنيتر اللي هو الفور. هعمل له times five. حديني twenty. يبقى two over twenty. طيب يبقى في الديفايدة هعمل ايه? زي ما انا عملت هنا في التايمز. قلبتها الديفايد. وجبت حاجة اسمها ريسي بروكل. ايه هو ريسي بروكل? لما بدل مكاني النمريتر مع الدينومنيتر النمبر الجديد اللي يطلع لي او الفراكشن الجديد اللي يطلع لي اسمه ريسي بروكل للنمبر. يعني انا عندي two thirds. الريسي بروكل بتاعها three over two. الone quarter. الريسي بروكل بتاعها four over one اللي هو الفور. طيب يبقى انا عندي times. اقلبها divide واجيب الريسي بروكل. والdivide اقلبها times واجيب الريسي بروكل. يبقى انا لما ارجع للكوستشن بتاعي هنا اللي هو كان half divided two thirds equal what? يبقى انا هنا احط الهف بتاعتي زي ما هي مش هغير فيها حاجة. واعمل بتاعتي اللي هي divide اعملها times. واجيب الريسي بروكل بتاعي. هخليه three over two. وابتدي حل الكوستشن بتاعي. one times three equal three. two times two equal four. الديني three quarters. اوكي واضحة. يبقى اي مسألة divide fraction by fraction. هعمل موجود عندي divide. هعملها times. exchange للسين. واكسشنج للبليسيز بتاع النوميراتور والدي نوميراتور. طيب. في طريقة تانية احل بيها اللي divide. طريقة سهلة جدا برضو. انا عندي هنا منها في divide two thirds. هعمل ايه? هعمل scissors. هعمل كده. one times three equal three. احط three up. واعمل الصين بتاعي الفراكشن اللي هي الديفايد. واخد two times two equal four. اداني three quarters. هي هي نفس الرزلط اللي طلعت لي هنا لما قلبت الديفايد times وجيبت الريسي بروكل. هي هي. طب تعالوا نجربها على اي مسائل divide. هنا عندي five over seven divided five ninths. هعمل ايه? عندي two methods. first method ان احنا نحط الفايف over seven زي ما هي. نعمل ايكسجينج للساين ديفايدة خليها times. ونجيب الريسي بروكل بتاع الفراكشن. five over nine نخليها nine over five. ونبتدي نعمل simplify. five divided five equal one. five divided five equal one. يبقى equal nine. ها. one times nine equal nine. ونحط الساين بتاعة الفراكشن. seven times one equal seven. يبقى nine sevens. طب الساكند مصد عندنا. هناخد نبدأ هنا من الفراكشن الاولاني. five times nine equal forty five. divided او علامة الساين بتاعة الفراكشن. five times seven equal thirty five. ونبتدي نعمل simplify. اللي اتنين بتاعتهم five يبقوا divided by five. forty five divided five equal nine. thirty five divided five equal seven. بقت nine over seven نفس. الريسلت بتاعتي. طيب هنا عندي mixed number و decimal. عايز عمل لهم divide. هعمل ايه? تعالوا نحول المكسد الفراكشن. ونحول الدسمال الفراكشن هو كمان. two times four equal eight eight plus one equal nine. بقت nine quarters. divide. ال point five هي هي الهاف. هعمل لهم divide ازاي? two methods. او المثود عندي نسيب ال nine quarters زي ما هي. ونحاول الدفايد لتايمز. ونجيب الريس بروكال بتاع الهاف one over two. تتحول ل two over one. يعني two. ماشي? اوكي نكتبها هكذا. two times nine equal eighteen. one times four equal four. الاتنين even numbers نعمل لهم divided two. اتنين divided two equal nine. four divided two equal two. داني nine halves or nine over two. السكند المثود. هنعمل زي المقص كده. ناخد nine times two. نكتبها فوق. في النومريتور. nine times two equal eighteen. ونعمل الصين بتاع الفركشن. وبعدين ناخد. two sides. one times four equal four. ونقول equal. نفس الحكاية نعمل. simply four four divided two equal two. eighteen divided two equal nine. طلعت لي نفس الريس.